وعلى إتري بروز متحور جديد لفيروس كورونا قررت السلطات المغربية بداية من اليوم تعليق الرحلات الجوية نحو ثلاث دول أوروبية ويتعلق الأمر بكل من بريطانيا وهولندا وألمانيا حسب المكتب الوطني للمتارات هذا وأعلنت الحكومة والبريطانيا أمس أنها تتابع عن كتب انتشار متحورة فرعية جديدة للفيروس في ذل ارتفاع أعداد الإصابات ولم يتبين حتى الآن ما إن كانت معدية بشكل أكبر وتسجيل روسيا أعدادا قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وتحسبا من موجة جديدة قامت سلطات المحلية بإلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى عدد من الولدان بالفعل هناك العديد من التطورات للوضع الوبائي في العالم مما يفسر ذلك قررت القطوط الجوية الملكية المغربية تعليق رحلاتها من وإلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة اعتبارا من اليوم العشرين من أكتوبر إلى أجل غير مسمى ويأتي هذا الإجراء بناء على قرار من السلطات المختصة على خلفية الوضع الوبائي ترجمة نانسي قنقر